وعلى ذكر محمود عبد المنام كهربا لجنة تظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم رفضت اقتراح اتحاد الكرة بالبت في تظلم النادي الاهلي على عقوبة كهربا او اقاف كهربا 12 مباراة بعد تأجيل القضاء الاداري نظر دعوة النادي الاهلي في بطلان تشكيل لجنة الانضباط وكل كهاراتها حتى جلسة 28 مايو الجاري المستشار عدل الشرباكي رئيس لجنة تظلمات قال لعضاء اتحاد الكرة انه ما يقدرش يبت في عقوبة كهربا قبل حسب دعوة النادي الاهلي منعا لتعارض قرارات قضائية او قراره مع قرار القضاء الاداري بخصوص قرارات لجنة الانضباط وقال لهم انه حال التأكد من شرعية لجنة الانضباط وكهاراتها هيتم البت في عقوبة كهربا مباشرة وفورا حتى اذا تم تطبيق العقوبة الموسم المقبل